أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 مرحباً بكم في عدد جديد محصتكم أولادنا تحت جنحنا على مالي بلي عندكم تساؤلات كثيرة وبالمناسبة تقدروا ترسلونا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحت جنحنا بوان كوم ول صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جنحنا باش تعطونا التساؤلات من تاعكم وإن شاء الله راح نعالجوهم اليوم راح نتكلموا على موضوع مهم الأولياء بالمرات ولدهم يسيبوا عندهم واحدة لكاليتي كبارة يسيبوا متفوق وعندهم موهبة وما يعرفش كاش يتعامل مع هذه الموهبة إذن اليوم موضوعنا هو التفوق والموهبة لذلك راح نتكلموا عليهم في هذا المجلس هذا الجميل مع أخي السعيين باش يعطونا نصائح لولادكم والي هم أولادنا راهم تحت جنحنا يرفقني في هذا الموضوع هذا الدكتورة محرس خان عبلة أخي سعي نفسني تفضلي مدام محببك مدام تفضلي شرفتنا شرفتنا السيد لابري نوردين مقتص في علم التربية سعو وثلاثين سنة في سيلك التعليم سيد نوردين شرفتنا تفضل 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 محببك محببك معنا سيدة تجربة حية السيدة عابي لويزة تفضلي مدام تفضلي شرفتنا مرحبا بك مدام محببك تفضلي 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 كيفش تدين الواجبات المدرسية تاعك وش هي طريقتك بانتظام تخليها تتراكم حتى باباك واماك يقول لك رح تقرأ على بانتظام بانتظام وش يقول لكم في المدرسة كي أعطيكم الواجبات هل ترى ينقبوكم دائمان كيفش أهل أقبونا بانتظام بانتظام تتحب تقرأ هيا برافو إذن رمزي يروح تدين الواجبات من تاعك تلوك تدعاك خذروا يدي وأنتم يا أطفال يراكم تشوفوا فينا هذا هو الوقت باش تدين الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا إن شاء الله شكران 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 إذن مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الموضوع الجميل أنا نحبه نحبه لأنه ش كل ما يحبش وليده ولا بنته يعني التفني داعه يكون متفوق يعني وخاصة الأولياء الشغل يزوخوا بولادهم يتباهوا بهم أنا وليدي يقرم لي حينا وليدي عنده موهبة في كذا عنده موهبة في كذا ولكن بالمرات التساؤل تساؤلت أنت أحد الأولياء هادو يشوف وليده عنده موهبة في الرسم عنده موهبة في الرياضة عنده موهبة في أي شيء ما يعرفش وش يدير هل ترى كين مدارس مختصة هل ترى كين أخي سائين كيفاش يقدر يعاون وليده ولا بنته باش تنمي هذيك الموهبة هذيك وكيفاش يعرف بلولده عنده موهبة دونك إحنا مدبينا اليوم نتكلموا على هاد الموضوع هادا باش نعاونوا هاد الأولياء هادو لأنه ولادهم نحتاجهم خاصة الموهوبين منهم إذن دكتورة محرس خان نبدأ بيك مدبية نشخصه نشخصه وش هي الموهبة كيفاش باش باش بالمرات كين كذلك متكلموا على الناس عايشين في الخيال هو حاسب بلي وليده ولا بنته ولا هو نفسه عنده موهبة كبيرة ولكن سور ديمانسيوني كما يقوله دونك تاني الإنسان لازم يعرف عاش منعرف قدره كامل كيفاش نساعدوا هاد الأولياء باش يعرف اسكوا ولدوا موهوب ولا لا لا وكيفاش يدير وخاصة بعد نوصل سيد لابري لأن الأولياء همهم الوحيد وولدهم يقروا مريح ويتفوقوا في الدراسة ولكن كين موهب أخرى مدبينا تكلموا على هاد الموضوع دكتورة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله يسعدنيك كل مرة أن أتواجد معكم وخاصة أن اليوم هاد الحلقة تتكلم عن الموهبة والتفوق خذلي أستاذا السلام عليكم ورحمة الله يسعدني ويشرفنيك كل مرة أن أتواجد مع هذا الوجوه النيرى مع المستقبل إن شاء الله ليراهم رفدين راية التفوق والموهبة إن شاء الله إذا كنت تكلموا على التفوق الموهبة يجب أن نفرق بين هذين المصطلحين التفوق هو عادة ما هو معترف عليه أو ما هو مجتمع عليه كتحديد مفهوم في علم النفس هو عندما يتفوق الطفل من عمر معين عن أقرانه بدرجات مرتفعة يعني لازم كي نقولوا متفوق لازم تكون عندنا لازم يكون عندنا مرجع هذا المرجع هم الأطفال في نفس سن هذا الطفل وكي نقولوا متفوق يعني هو فيتهم في أي مجال من المجالات الأكاديمية يعني المواد التعليمية المدرسة في المدارس هذا هو التفوق كم يقولوا مثلا معدل القسم هو يجيب فوق بعيد عن المعدل تعالى القسم يعني لازم تفوق على زملاءه هذو كتب نحن نعلم أن المعدل العام هو عشر على المتوسط العام هو عشر على عشرين كيفاش حتى يضبط هذا المتوسط العام هو أنه أغلبية نحن رأينا دايما نتكلموا على المدرسة نقولوا أنها هي تخدم على الأغلبية أغلبية الأطفال في هذك السن يقدروا يؤدوا هذه المهمة أو المهارة التعليمية المعينة على هذا الأساس كذلك يضبط الكتاب المدرسي بتكلمك هو الكبير شفت في الدول خاصة أمريكا الشمالية وكامل ما عندهمش معدل عشرة عندهم معدل الفوج يحاسبك على المعدل دي جروب دايما في البلتان تشوف الموين دي جروب ديالتها القسم معدل القسم والنتيجة تعوليدك يعني بشوف يعني كل واحد عنده المقاييس مليح أنه مثلا وليدك إذا كان المقياس هذاك بالنسبة للفوج اللي يريد فيه يعني أو محددة محددة هذا التحديد يخلي الطفل كما رك تقول يزيد يخليه أنه ما يجيبش رحوه بزاف ما يخدمش بزاف ما يشقيش رحوه بزاف يقدر يقدر يقولك أنا المهمة أو كاين هاد لباغام أو كاين هاد المتوسط ليهو ما يتحركش غير متحرك وهو لكن هو متحرك في الحقيقة من سن إلى آخر لأنه العشرة على العشرين مثلا سبع سنين مايش هي نبسها على تسع سنين مايش نبسها على عشر سنين إذا أنا نقول في الأساس كيفاش تنخدمت هاد العشرة على العشرين نخدمت على أنه أكتر من متوسط الأطفال ناخده إحنا دراسات مسحية دراسات ناخده فيها عينات كبيرة من الأطفال تعهدك السن نقوله تعهد سبع سنوات نعطلهم مهمة معينة إذا أكتر من المتوسط يعني الأغلبية تعهد الفئة أو هاد العينة اللي دينها المسحية قدروا يقوموا بهديك المهمة المدرسية أو المهمة التعليمية فنحن نطالبه مثلاً أنه يقدر أي طفل يعني المتوسط على الأطفال أو الطفل غالباً يقدر يؤدي هذك المهمة إذاً تكون هي كمهارة مثلاً مهارة جمع أو طرح أو أي مهارة تعليمية معينة وعلى هذا الأساس يعني تركب هذا المهام التعليمية ويصدر في الأخير الكتاب المدرسي إذن الكتاب المدرسي هو موجه لأطفال معينين في سن معينة لأغلبيتهم أو المتوسط يعني اللي يكونوا بعاد عن المتوسط أنت تكلمتلي على فكرة الإنحراف عن المتوسط نحن في الإحصاء نسموه الإنحراف المعياري يعني الأس يعني كنقوله الإكسبار أو المتوسط العام يعني هذوك الأطفال أو هذيك العينة وين رهي متمركزة يعني الأغلبية تحمل متمركزة لأنه في يعني هذه الدراسات الإحصائية والمسحية خاصة للمتفوقين والمهوبين بدنا نشفناها في الحضارات القديمة حيث أن الحضارة اليونانية والرومانية كانوا يعني الفلاسفة والمفكرين والاتجاهات المدراسية والفكرية كانت تهتم بالأطفال المتفوقين حيث كانوا يعملوهم وحدهم مثلاً معاملة خاصة يعملو لهم مثلاً عناية خاصة لأنهم شافوا المردود التاحهم وشحال يقدر يمد للمجتمع يعني ترى أطفال المتمدرسين عدنا المويان باش نعرفوا التفوق التاحهم وبالمرات أنا بالمرات نشوف يجوني الحسد عمويازي تقولي عمويازي شوف شوف بنتي حفظة الأغنية الفلانية شوف تقول لك يا أسماء الله حفظة شحال منصورة حفظة يعني هذا الشيء اللي حطوا في الأولياء مهتمين بهذا الشيء وعلى باله باللي شوف باللي بالنسبة للمعدل اللي كنا نتكلموا عليه الامويان يعني يشوف بالنسبة للمعدل للأطفال الآخرين وليدوا ولا بنتوه أو يحفظ أسرع أو يحفظ أكثر ويحفظ شوف باللي الناس مهتمة بهذا الشيء ولكن على حسب وش فهمت أنه في سن أنت مدرس يعني أسهل أننا نعرفوا التفوق تعطي أسهل لأنه كان مرجع كان لغاية في غنس اللي نقولوها هي عشرة على عشرين إذن كل ما كنت انت بعيدة على عشرين في اتجاه العشرين كل ما تكون متفوق خاصة إذا كنت مثلا هذ المتفوقين إحنا نعود نرجع إلى المجال الإحصائي لأن الإحصائي هو اللي رح يعطينا نظرة أحسن ونظرة علمية أكثر لأنه يعمل لنا التكميم أو يعطينا المعلومات بشكل كمي هذا بالنسبة للعلوم الاجتماعية وعلى رأسها علم النفس إذن الدراسات الإحصائية كما قلت كانت العناية من قبل فردية فقط في الحضارات القديمة لكن بدأت في القرن 19 فقط مع الكتابين المشهورين لغالتون اللي كتبه في 1869 أظن لأنه في الخمسين الثانية من القرن 19 ليبدأ الاتجاه العلمي يسلط الضوء أو يهتم أكثر بالموهوبين والمتفوقين إذن كتاب غالتون هذا اللي صدر في 1869 أو 18 عن العبقرية بالوراثة ثم تبعه كتاب لونبروزو ولونبروزو هذا هو اهتم كثيراً بالبروفيل البروفيل دو بيرسوناليتي يعني تكلم بزاف على الخصائص الشخصية يعني كيفاش نقدرون نصنفه شخصية الأفراد وهو في تصنيفاته لشخصية الأفراد تكلم على كذلك العبقرية والتفوق وفي كتاب كنصادر ليه ومهم كذلك في اللينا كأخصائيين نفسانيين إذن هذه الكتابات وهذه الدراسات العلمية والإحصائية اللي بدأت تسلط الضوء على المتفوقين والموهوبين وهنا بعدها بدأت يظهر لنا يعني المسح أو السيطرة الإحصائية على المجتمع الإحصائي تعنا أو المجتمع العينة المجتمع العام يعني كنت تكلموا عليه اللي ظهرت لنا لكوغ بدوغوس لكوغ بدوغوس هذي وش تقول؟ تقول لك أنه في المتوسط في العموم هناك 13% زائد 13% ناقص وأغلبية المجتمع رهي الدور في الوسط ما بين هذي الهاميشين أي أنه كين المتفوق والموهوب يقدر يشكل لنا في الأقصى يعني 13% من المجتمع العام ويقدر المتخلف أو لشوية يعني ما سعدتوش دروف يقدر كذلك يشكل لنا 13% إذن وعليش راني نتكلم على لكوغ بدوغوس باش نبين أنه الفئتين سواء في الموجب أو في السالب هي أقلية باقونتخ يعني العلم أو العلوم اليومية التي تساعدنا تهتم أكثر بالأغلبية وللمدرسة بالذات حتى كما تكلمت مقبيل في الحيوار تعنا حتى أنه المتوسط هذا هو مخدوم على الأغلبية ومن راهي الدور الأغلبية وحتى بالنسبة للفكرة من قتلي أنه متوسط متحرك لكن يقعد الأغلبية سواء هو متحرك أو متحرك أنا شفته في دول أمريكا الشمالية يعني شحل الأستاع وشحل الإنحراف هذا الإنسان نسبة نسبة مئاوية وعندك 18 على 20 وتبقى متوسط لأن القروب ديالك كامل جابوا 19، 17، 18 عندك 18 على 20 بسحة أنت متوسط لكن كنشوفه في السالب لو كان يكون القروب هذك خامل شوية ما يجيبوش معدلات فهو يشوف رحو أنه متفوق متفوق أورمار ملحقش حتى المتوسط تع العموم تع الأطفال يعني أسكر راح ناخدو هذه العينة وكأنها إونغيفيغونس ولا ناخدوها المجتمع العام وعلى أي أساس ناخدو المجتمع العام إذن هي دراسات إحصائية إحنا نشوفه قد ما نكبره المجتمع العام أو المتوسط العام قد ما نلحقه أكثر للحقيقة لأنه المهم أو المحور تعال الحياة الاجتماعية والحياة النفسية هي الأغلبية إذا الأغلبية مثلا يلبسوا في الصيف أبيض أو ألوان زهرية وألوان غامقة وهذا نظرا إلى أنها تعكس الضوء فهو الأصح يعني هو الأصح يعني مش تكون الأغلبية هي الأصح بالنسبة لنا نعود أن نقول له إلى التفوق إذن هنا بينا أنه فكرة المتفوق هو أنه قد ما يبعد على المتوسط العام في اتجاه الكامل في اتجاه المثالية في اتجاه المعدل الكامل اللي هو عشرين على عشرين إذن يكون ثمونتاش تسعتاش ويقدر يعني من الأرجح يعني أو في الغالب نشوفوا أنه هذا التفوق يمس كل المواد الدراسية ليس فقط مادة ولا زوج بالضبط لأنه عندما يمس نشاط أو اثنين يبدأ الاتجاه يبدأ الفرض يتعنا في اتجاه آخر اللي هي الموهبة يقدر يكون عنده موهبة أدبية يعني تسيبوا متفوق في الرياضي يعني تسيبوا متفوق في الفلسفة كذلك متفوق بشكل عام لكن كين أطفال اللي هما موهوبين أو يبينوا مردودية يعني تحصيلية وآداء عالي أعلى من المتوسط في مواد معينة وخاصة كما تكونش مواد أكاديمية تكون الفنون مثلا فتكون مثلا الرياضة بكل أنواعها الرسم الموسيقى وحتى الأداءات الفنية مثلا الأدبية أو تكون هناك يعني كما قلت مقبل على الطفلة هذه ذاكرة مميزة هنا نبدأ نتكلمه يعني يكون نشاط واحد والنشاطات الأخرى تكون متوسطة هنا تبدأ الفرضية تتجه أكثر إلى الموهبة وهنا الموهبة عندها تعامل خاص والتفوق عنده تعامل خاص تشوفوه في الحس لاحقا شكرا 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 أستاذ لابري نوردين ما نقدروش نتكلمه على التفوق قبل ما نروحوا للمدرسة يعني الأولياء وقع رميسنا وفينا باش نفهمهم كيكونوا أولادهم متفوقين كيفاش يتعاملوا معاهم كيفاش على البال يبليه موضوع شائك شوية لأنه كلاس دي سور دوي منشعرف إلى مكان شو لقليلة أو لا أنا شخصيا عشتها عشتها وأنا كنت صغير في سنة الرابعة متوسط كلاسية الأول على مستوى الولايات مستوى الولايات ولكن بعد ذلك لا شيء لا شيء نعم مام الوالد انتعيش هو تشوكا هو كنيسنا يقولوا راحين ياخدوهم يعني دونزين كلاس دو سور دوي وكامل لا شيء بعد كمل دراسة باكروريا رياضيات وكامل يعني كان فيها التفوق بفضل الوالدين وكامل ولكن عشتوا مدابيا نتكلمه على التفوق هذا دوك الأولياء يشوفوا ولادهم متفوقين جوني أولياء يقولي ولدي عنده تفوق كيفش ندير له ذوك حابين يعرفوا أنا عشت مثلا في السنة الأولى متوسط عشت مرحلة وين سوتاوني كلاسة سوتاوني كلاسة رحت مباشرة السنة الثالثة متوسط عشت هامليح ولكن كانت قادرة بلك ما يكون شو هو التعامل أصح حبيت توضعنا هذي يا هل ترى في المسيرة التربوية نتاعك تقابلك هذي الحالات وكيفش تعاملت معهم وكيفش المنظومة التربوية في الجزائر تتعامل مع هذي الحالات هل ترى كين مشاريعي هل ترى كين أشياء عملتي هل ترى مدى بنا الأولياء حابين يعرفوه لأنه عندهم ولدهم متفوقين وحابين يضمنونهم استقبلتها شكرا أستاذ يزيد أنا أرى أني راح نتكلم على على الجانب الربما منقوش الأصعب لأنه الأستاذة أعطتنا تحليل أعطتنا شخيص وتحليل علمي أكاديمي وهذا مفيد جدا ولا بد منه لازم نعم ولكن دركاء دخلنا في الميدان في الملموس هذا هو الملموس وهذا المشكلة في الحقيقة ظاهرة يعني نجب أن نقول تهم الكثير من العائلات استعدبوا بهذا الواقع هذا والمدرسة أيضا أنا نبدأ بأحد القاضية هو خطأ شائع أقول خطأ شائع يظن الناس أن كل واحد موهوب طيف الموهوب هو متفوق في المدرسة وهذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ كيف بقيت الأستاذة الموهبة رأي في هان دومان نعم في هان دومان ولكن تفوق نعم برفض ولكن ما رأيش معناها أن التلميذ موهوب لأن شرحتنا الأستاذة مشكورة بالضبط وشن هو الموهبة وشن هو التفوق وشن هو يعني هو عنده قدرات في الفهم في الاستيعاب في الذكاء في كذا أكثر من باختصار من أطرابه أو من المعدل المتفق المتعامل به هذا هو هو فعلا موهوب فعلا ولكن مش معناه أن نبني وكتشفناه في صغاره في طفولته أنه موهوب وكيفاش نكتشف قبل المدرسة أستاذ ديزيم كاين بعض الزنديس نعم كاينين عندك أنا في سبور نعرف لكم أنا درست نعم في الرياضة كاين لا ولكن علش أقول هذا لأنه بعض الأولياء يطيحوا في الغلط يقولك أنه أولدي ذكي موهوب وكذا إذن في المدرسة خليه من تبعوه من خليه وحده وهذا خط خط لا بد من مرافقة الطفل مهما كان درجة ذكاء وطفل المتفوق بعد رح نتكلم عليه ها أحيانا يقع في الملل أحني جايك هذي بذب بذب هذا هو يقع في الملل نعم بس كل نيفو ديالو نعم نعم نيفو ديالو رو في قسم هو في خمس دقائق رو فهم كل شيء بذب والمعلم لابد أن يعمل مع الأغلبية بذب مع الأغلبية الأخرين رو عارف هو المستوى العام بتاع القسم انتعه ويروح درجة درجة وهو خلاص انتهى ماذا يعمل الملل الملل ولكن هذا الملل نعم ولكن هذا الملل بذبطي ولي مشوش صح صح ولي مشوش وميحوش جديد كل مرات حتى الأستاذ يحير كلك هذي يقرأ ليح كيفش يشوش نعم الملل هذي كنجيك أعراض أول الملامح انتع للسيردوي للسيردوي ملامح يختلف عن التلميذ الأخرين وأقول التلميذ لأننا نتلم عن المدرسة مزروب نعم هذا المعلي شأنني دخلت موضوع ثاني ولكن رانا في الموضوع العام تعالى دوانس بضرم هذه المهارات هذه الطفل هذا أولا كثير النقد تلقى حجب تعجبه نعم دائما ينتقد وينتقد خاصة نشكون من الذين هم أكبر منه ينتقد المعلم ينتقد المدير ينتقد الكاتب ينتقد فولان 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 هذا هذا الموهوب أو المتفوغ المتفوغ ثنين هو كثير الكلام تلقى يتكلم كثير ثالثا يحب يعمل وحده ما يحبش يعمل مع الجماعة لأنه يعرف مسبقا بل الجماعة راح نضيعوله وقته بضرم 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 وإلى غير ذلك من من المظاهر اللي يظهر بها المشكلة وراها هو أنه نزيد نرجع للنقطة مهمة جدا أيضا هذه دائما أننا نتشغل بالي هل التلميذ اللي يتحصل على أعلى نقاط في القسم هو موهوب سردوي دائما موش دائما غالبا ما يكتفوغ غالبا ولكن موهوب سردوي لماذا؟ لأننا احنا شفنا في المدرسة وأنتم ما شفتوها وتعرفوها أن بعض التلميذ ما راهمش متفوقين ما راهمش موهوبين لكن يجهدون أنفسهم بالحفظ بالحفظ بضرم يعتمد على على وحدة القدرة يحفظ يقرة بضرم اجتهال اجتهال يعني يخزن المعلومات ومبدأ يتعود عليها ويتعود لنا تولي في الإيرادة تولي في الإيرادة يتعود عليها مبدأ يجي يعطيها لك كما هيو يتحصل على 17 و 18 لكنه مرهش موهوب ماذا؟ لأن هذا الطيف الوين نشوفوه ما هو موهوب موهوب نكتشف بأنه ليس موهوبا في ثانوي في آخر متوسط أو متوسط في الثانوي تلقاه يفشل عندما نفس طويل ما عندوش عندوش نفس طويل عندما يدخل في الفلسفة نفس طويل هذا فقط هذا فقط باش الأولياء الأولياء ما يغلطوش لأنا وش حبيت كي باش تتعامل المدرسة مع هاد المتفوقين هذا هو هذا هو نقطة الشائكة شوف يعني يالي الأسف يالي الأسف الشديد المدرسة نعم 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 هذه المدرسة بالصفة عاما أقول بالصفة عاما وش في المدرسة بمن نعتني أكثر بالأغلبية بالأغلبية هذه قاعدة ولكن تلقاهنا نعيش كثير مع التلاميذ نعيش ومشاكل التلاميذ الفاشلين نحب دايما نفكروا كيفاش نديروا باش نطلعوه اهتمامنا يتركز خاصة على هؤلاء التلاميذ الذين لهم بعض المشاكل السلوكية احنا نقولوا يشوفوا شوق بيع وكذا ويديروا المشاكل يعني حتى الأستاذ كي قاعدهم في الطابلة يبدأ يقاعد الفاشل يعني شوية لإضعاف شوية يقاعدهم القدام ومن بعد هذا كالمتفوق يقولوا قاعد في الأخر في الأخر يعني هذا المتفوق هذا المتفوق هذا المهوب ما نعتنوش به كثير بالضبط نخلوه ولما وكين خلوه كما تفضلت وقلت مبارك الله فيك يسرلوا هذك اللونوي هذك الملل هذك السأم ومبعدوا اللي عنده ديريك يروح للديك روشاج للديك روشاج يعني التسرب يعني يقول لي ما يحبش يقرأ ما يحبش يقرأ وتنقص له دافعية أنا شفت بزاف ناس متفوقين اللي يخرجوا من المدرسة في السن يعني بالثانية يقراه ويملو ويصطدم يعني هذو تعمشاكل يعني يدروا يعني كنقول تعمشاكل يدروا مشاكل رغما عنهم في المدرسة وانا صارت لي أنا شخصيا صارت لي مشاكل كنقول مشاكل عادية عادية طرباوية في ولكن تحير كيف اشتفل متفوق يعني يعني يكون عندوها تصرف ولكن بموضوعية يعني شيء طبيعي أنا اعتبرته صارت لي حالات بالضبط وآخر حالة هو أنت نفل متفوق هذا الأستاذة وانا شافي مليح الأستاذات على فرنساوية أخطأت والخطأ إنسان إنساني كلنا نخطأ خطأ ماذا نخطأ أه أولدنا راهم قالك الخطأ إنساني طبعا الإنسان الخطأ لا عامل إنسان الخطأ ولكن خير الخطأين التوابون التوابون ليس عيبا أن نخطأ وإنما العيب أن نبقى على خطأنا هذا هو المشكلة لابد من لم يخطأ لا يصيب هذا معروف اللي فكرتني بالقصة خلنا موضوع آخر أجدك القصة تاعة قلم الرصاص والممحات أيوة كانوا متضاربين قلم الرصاص زعف على الممحات قال لها علش تمحي كل ما أكتب قالوا أنا لا أمحي للخطأ أيو الله شير غلبته غلبته فهم يعني هذه إذا نتميذ هذا أخطأت في كلمة والكلمة هذه مزل شافية عليها سوف يعني لأن المشكلة لهذا أنا أخذته بقلبي أخطأت في كلمة في كتابة كلمة هو الحساب الحساب كمت الحساب الحساب وفي الكتبه هكذا سرعت دارت الحكاية الحكاية التلميذ هذا كما قلت لك كثير الحركة وقال ماذا أستاذ الله كذا وهي كان في حالة معينة قتلوا الله هكذا ودخلوا فيه في نقاش يروح للبيت الوالدة نتاعو مديرة رحمها الله ومعلمة على الفرنسوية قالها يا أمه يا أمه شوفي شوفي كانت الأم كتن مربية جا شافتني جابت لي التلميذ وشا شافتني وامتحنتني قلت لي يا ميسولة بري كيفاش نكتب فارسي كونت لي كونت هذو ما قلت لهذا طبعا تلحل هكذا واش دار واش دار يعني رد الفعل تاعو واو قالها واو هاو شيخ يعني عندي الحق لازم يفرش شخصيته اه فمتوا فمتوا ذلك كيفاش نديرو قالها ما ندخلش للقسم ولا ندوال اه دوال ما ندخلش للقسم إذا الأستاذة إلا إذا صححت الخطأ ما تصححش الخطأ بدلي القسم ونروح لأستاذين آخر وهذا إشكالي وأنا حليت المشكلة على كلها بشوية صعوبة ولكن حلينا المشكلة بشتوف يعني لابد من الاهتمام بهؤلاء التلاميذ أنا نظر لمبقى نايلان ديرو نداء إنه يكون فيه أقسام تعل الأطفال متوفقين نعم الكراس دي سوردوية سيكزيس ماو ما نقولش في العالم كامل ولكن الدول انتبهت لهذا شيء إن شاء الله ما دا بي يكونوا عندنا إن شاء الله الكراس دي سوردوية روكين في الجزائر وهذا الجديد ثانوية بتعلي سوردوية معليش الحمد لله في الجزائر نعم ثانوية عندها لو أعلم السنة الثانية أو الثانية ثانوية لا 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 في الزاية في القبة في القبة ثانوية تعلية سوردوية تعلية سوردوية وفيه لازم معدل ثمنتاش ما كاش قبل من ثمنتاش وخاصة في الرياضيات وهذه يعني هي مليح أنها تعمم على أطوار لا وطنية هذه واحدة كانت في الجزائر ما لش يبدوها بي دا لا 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 فيه مسروع إن شاء الله ستكون جيهوية نعم جيهوية ومن بعد تتعمم ربما تتعمم في كل في كل ولاء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قبل ما نرجعو الدكتورة محرس خان باش نعطوه شبية نصائح الأولياء كاش يتعاملوا مع هاد التفوق هادا تفضلي تفضلي حكينا على التجربة الحية تاعك السلام عليكم شكرا نشكرك على هذه الاستدافة طول عمرك نشكرك على هذه الحصة اللي اخذت صادة في المجتمع اللي اخلي نتاجل لهذه الحصة ونشكه الجمهة الرائعة هادا يلا معك انا عندي عيمة انا عندي بتختي يعني الله يبارك متفوقها في الدراسة ديالها في الطور الأولاني كانت في الابتدائي كانت عندها طاقة بزف يعني متفوقها بزف يعني وصلت وانتا اشتحها كيفاش كانت؟ كانت توسحت لدي فتاة في عشرة ما يطوهش عشرة على شاي من ذاك توسحت لتسعة بش ما يطوهش هديك الثقة كبيرة يعني ايها تسعة ونوستع فاسستا تسعة فالة هاكذا في المعدل ايه؟ ديالها واني وصلت الشيخة واني صابت شوش هي صعوبة مع القسم ديالها قاع الجامع هيد كتوصل الشيخة باش تشرح تسبقها بتختي تجاوبها يعني متخليل هاش صادة خاتلهم مالقيتش كش ندير يعني تسبق اللي كل مكون نشرح للتلمية دا شوية هي تسبق اللي تمدوا الأجوبة يعني مام مام دفوت كتكون قاتلين كل نشرح هي تشرح في براستي الدرس ايه هادا هو المشكل اللي قلوس تالبري هادا هو تسيبوا دايما يدخ الروحو دايما المتفوق يعني كل حاجات معها وصلت مرات من مرات تفوق ديالها وصلت للاستاذا قاة نستاذي العائلة ديالها الاسبارنطي أو حافة عايته تتلهم قلتم هذه التفوق ما فهمتش الطاقة اللي عند التفوق تحبينا نتقلهم من القسم القسم يعني.. يستطيعوا لها كلاسا يعني ادوش الشيلي انا عشته قلتم بدلوا لها قسم قسم يعني تفوقتها فت الاخر كما تقول يا في العمى احنا فتلاج ديالا كانت أمر كفت لها وكما كانت صغيرة كانت تخطيتها تلاحظت لها كما كانت صغيرة تحبت ما نبيل حاجة فوق اللاشتاح وقبلوا والدها سوتها لها كلاسة ولا ما قبلوش هي ما قبلوهاش ما قبلوهاش قد كانت أحبت تبع مش ما تكونش عندها نقص تقف كبيرة في نفسها قد كانت تبع الطاو حتى توصل لها بس كو بالمرات كما ونحييها بالمناسبة قيدون فريالا نحييها بالمناسبة هي الأخيرة شكرا والدها ما قبلوش أنها تصوت كلاسة أنا شخصياً بعد الأستاذة أو الأستاذ يقدر يتكلمنا على النقطة هذه حقيقة دفوع عندها الطاقة لاكتساب المعرفة لكافاستيات دابران تيساج بالصحة البنسونية تتح النمو وانتحها الاجتماعي النمو يكون مازال يعني يعني بالك دفوع تدي الإنسان تكلفوا ما لا طاقة له به هذا هو المشكل إذن كما قال الأستاذ مقبيرات وصيبت شغل شوية الملل شوية شوية تحس رحها دائماً عندها الأجوبة عندها ومن بعد كيفش عاشتوا معها؟ هل أولياء تحاولوا كيفش يدار كل وضعها؟ كيفش درتوا؟ يعني وصلت وين الأم التحاق قد كنشوف مع الـ ندي عن طبيبة بسجولت بزيف عندها تتقافي نفسها ولدت تحس بالمالل ودائماً كيزا ما يكونوا زعمال الفامي تحييجون عندها بشي زعمة يدير المراجعة تحب تراجع توجيغو حدا توجيغو حدا تحب تلعب تحب تلعب وولدتك شغلة بزيف شوية خفيفة ندك قد كنشوف مع الأخصائيين تحادي قد كندير بسيكو لك يعني مقالة تساعدني شوية إن شاء الله إن شاء الله شكراً 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 أستاذ محرس خان مدابية في الختام نقول الأولياء هل هناك هل هناك طرق هل هناك طرق باش هما يكتشفوا هاد الموهبات وعلى أي نوع من الأطباء ولا الأخصائيين يقدروا يعرضوا أولادهم وكيفاش يقدروا في غياب في غياب المدارس المتخصصات على المتفوقين في الأطوار خاصة الأول والثاني كيف يقدروا هل ترى يقدروا يدركوا الوضع ببلك بدروس خصوصية يعني كمان برندران شارج هاد الانفان في عوجة الله إذن من خلال الكلام من اللي تفضل به الأستاذ لابري والضيفة الكريمة الشهادة الحية لاحظنا باللي صحي يقدر يكون هناك يكون اجتماعي بزاف الطفل هذا يحب يوري يروحه يحب مهاراته يتو لكنهم بعد ذاك يصطادم بالواقع الواقع هذا اللي يؤدي به للأسف إلى الانطفاء تصرى له انطفاء الانطفاء هذا هو يؤدي به كذلك إلى تراجع هذه القدرات العالية وهذا التفوق وهذا الشيء ما نحبوش نصلوله إذن أنا نحبذ أكثر مع أكثر الأقسام الخاصة المدمجة يعني تكون هناك أقسام داخل المدرسة ككل ما يكونوش مدارس كما مثلا الحالات اللي راني نشوفوه مثلا ليسي وكيفاش احتل ليسي يعني راني خليتو في البخيماخ في السيام احتل ليسي معانتها هاته من طيفاء يصرى يصرى إذن ماذا بيا أنا يقول الآن كما نتكلموا هاد المدارس الخاصة والأقسام الخاصة هي بالنسبة لي ذوي الاحتياجات الخاصة من الإجاب أو السلب نعودو نرجعو إلى الكوب ديقوس اللي بلوس تراز تراز بورسون اللي موان تراز بورسون إذن اللي راهم شوية متأخرين لازم لهم أقسام خاصة مدمجة داخل المدارس العامة وكذلك اللي هما متفوقين وما يقدروش يقعدوا غير مع الأغلبية لأنه الأغلبية راح تطفيهم وهدو كلموان تراز الأغلبية ما يقدروش يتبعوها إذن ما يقدرش يجيب روحهم ما يفهمش مع الأغلبية راح يتهمش إذن هاد الزوج حالته وهاد الزوج في مدابية أنه يكون عندهم معاملة خاصة تتكفل بهم التربية الخاصة وكين أخصائي النفسانيين في التربية الخاصة سواء النذوي الاحتياجات الخاصة يعني في الجهتين في المحوارين في الـ positive ولا في الـ negative إذن هاد المتفوقين لازم لهم عناية خاصة لازم نبعد ونايا على المتوسط العام هذا اللي هو عشرة اللي هو بعيد بالزفع له هو راهو متفوق بالزفع على هاد عشرة إذن عشرة هادة كما قلنا رح يطفيه وبالتالي نحطه في عينة 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 ونالجروب تعون عدنون للجروب لكن جروب من المتفوقين ماشي من العكس تحهم حتى المعدل تعوي تغير يعني حتى المرشة بالك كذلك يظهر لنا مواهب في نشاطات معينة إذن نقدر من المتفوقين نصيب مواهب ونقدر من المتوسطين أو تحت المتوسطين نصيب مواهب إذن كما تفضل الأستاذ نور الدين مقبيل تكلم قالك باللي ليس بالضرورة كل متفوق هو موهب وليس كل موهب هو متفوق إذن تقدر تكون الموهبة إذن هذا بالنسبة للمتفوقين لازم مش نعزلهم محدهم في مدارس لكن وعلاش تاني وعلاش كذلك ما نعزلهمش أولا باش ميروحوش إلى الحالة الثانية اللي تصرى بعد الإحباطات المتكررة اللي هي العزلة والتقوقع والإنسحاب يقول لي بيس كل أخرين رح يطفوني ورح يرجعوني للور ما نقراش معاهم ما نقون تكتيهمش بزاف ما نكونش ما نديرش حياة اجتماعي إذن نجبدوا روحي إذن لا أنا نخليهم قدوة ونخليهم يعني يقتديوا بهم الآخرين يعود يتمنى كل تلميذ أنه يكون في القسم هذاك الفولاني اللي هو تعالى المتفوقين بالنسبة للموهوبين هي فكرة المتابعة والمرافقة والتشجيع إذا شفت وليدي أنا عنده موهبة فرص نوفر له التكوين نوفر له مثلا الماتيريال يعني تسكيه ماتيريالته كل السوت يعني الإمكانيات كذلك بالنسبة للموسيقى كذلك بالنسبة للرياضة الدعم نهتم به ونرعاه وإن شاء الله يكون يعني يكون متفوق في هذاك المجال تعالى الموهبة تاعه يقدر يكون رياضي يتحصل على ميدالية كؤوس عالمية ألقاب عالمية يقدر يكون رسام تفخر به الجزائر يقدر يكون موسيقار كذلك موهوب يعني اللي يخدم حتى مقاطع أو موسيقى خاصة به أنا نتمنى لكل المتفوقين وموهوبين ما تصرى لهمش تهميش بالنسبة للموهبة ولا انطفاء بالنسبة للمتفوقين إذن لازم على الأخصائي نحنا نزيد ونبتكروا تقنيات يعني أكتر إحنا مدعوين إلى العمل أكتر في هذا المجال رغم أنه أقلية وكذلك بالنسبة لأولياء وبالنسبة للمعلمين لازم مرافقة لازم مرافقة وتشجيع وتشجيع شكرا شكرا أستاذك سحة إذن إلا كانوا ولدكم تفوقين لازم ترعوهم إلا كانوا موهوبين لازم ترعوهم وهذا نداء إن شاء الله يكون هناك أقسام للأطفال المتفوقين حتى الأطفال اللي عندهم مشاكل عندهم يعني ضعف في النتائج وكامل التان يكونوا فيها أقسام خاصة إن شاء الله بربي والمختصين في التربية يقدروا يقولنا أشياء يقدروا يوجهوكم كذلك إن شاء الله تكونوا استفتوا من هذه الحلقة الخاصة بالتفوق والموهبة لازم مرافقة لولدكم ولدهم دائما تشجعوهم بيمكنكم التواصل معنا عبر مقاعد الانترنت ولدنا تحتجناحنا بوان كوم ولصفحة الفيسبوك ولدنا تحتجناحنا شكرا 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 شكرا